أهلا بكم تابعين قناتي قناة مصر الآن رسميا الحكومة تعتمد الخميس بدل للأجازات الرسمية الواقعة في منتصف الإسبوع أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يوليو وذلك بدلا من يوم السلساء الموافق 30 يوليو 2020 ونص هذا القرار على أن تبنح هذه الأجازة للعاملين في الوزراء والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاس مجلس الوزراء بأن قرار منح يوم الخميس أجازة رسمية بدلا من يوم السلساء يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لقضاء أجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع واستثمارها كيفما يشاءون مشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في تطبيق هذا النظام بحيث يعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الأجازة أجازة رسمية بدلا من الأجازات التي تقع في منتصف الأسبوع مع استثناء أجازات أعياد الفطر والأبحى وعيد الميلاد وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية